روعة طفلة كانت طفلة يعني هي لا عندها قدرة تقيم نص ولا عندها قدرة تعرف إذا كان هذا النص نص يصلح أو هذا الدور يصلح أو غير ذلك كيف أكيد هون كان دور الوالد الأستاذ هاني السعدي بأنه هو يختار لك بس بنفس الوقت أنت كنت تمثلي مدفوعة فقط بأحلام الطفولة وحبك وشغفك أم كان في فهم للي عم تعملي كنت فهماني شو عم تعملي هلأ قلت لك إذا قلت لك تذكر مئة بالمئة التفاصيل بس أنا بتذكر أنه أبي كان يقرأ يمسك الناس اللي أنا بقرأ لك يقرأ هون حلو هون مو حلو يعحط ملاحظاته ككاتب يعني بالنسبة لي هلأ أنا بذكر يمكن الفصول الأربع الوحيد اللي بذكره أنه كان في الفنانين محوطيني يعني الحقيقة كان في محبة كتير وفعلا أنا كنت مو كنت للطفلة فكان في حب وهيك وملاحظات حلوة يعني أنا ما بتزعجني بالعكس إليك فهم مئة بالمئة أكيد لا بعمر العشر سنين ما هيكون في فهم مئة بالمئة بالعكس هيكون في عفوية يعني أنا كان كل شغلي عفوي ما كنت تفكر أنا كيف بدي أعملها طبيعي أنا هيك بدي أحكي فأنا هيك بدي أحكي بس رجعت يعني إذا نحن بندرسها اجتماعيا أنه هذا العمر بيكون الطفل في عنده عم يبني شخصيته بالتالي عم يحس حاله أنه هو بده يفرط حاله خاصة أنه وحيد ومدلل ومدلل بالضبط فهي كانت عندها مبرراتها لهذا الشحن اللي بيكون موجود تجاه والدها عموما النوستالجي اللي ترك الفصول الأربعة هي من ميل حلوة كتير عند الجميع وهي من ميل لعني ليه؟ أنا بقول لك ليش؟ نارا قد تكون نارا حرقة كل شي رح يجي بعدها؟ بس خلاص السؤال نارا بس فهمني السؤال أكتر لأستوعب عليك رح تعملي دور يوما ما ينسي العالم نارا أم شو ما عملتي رح أتضل نارا؟ رح أتضلي نارا؟ ليومك هاد أنا لستني نارا يعني ما بعرف ممكن طبعا ممكن أنا لهلا بحس ما للأمانة باسة لبحث لهلا أنا ما طلعت روعة يعني روعة لجواتي كموهبة ما طلعتها يمكن ما أجا النص المناسب يمكن ما أجا الوقت المناسب في عالم كتير انشهرت بالأربعين والخمسين يعني ما لو هو ما لعبرة فأي بظن رح يجي دور ما حينسي نسي لأنه الفصول الأربعة ما رح ينتسع عرفت شو بس ممكن اي في نقلة تكون يعني لكي نحن نحن كمشاهدين كنا هلأ منحكي بره الأعلام يعني يعني بحكي هلأ كشخص يعني كنا نحب هالعيلي نحب التفاصيل نحب الدكور نحب الـ انتو كنتو بقلب العمل هو كان هيك كنتو عايشين هذا الجمال يعني نحن شفنا هلأ كان في جمال بس ولا بد من المشاكل يعني أكيد كان في هكي منغيصات بس للأمان كانوا ضغرية صالحهم كان فنان مع فنان مثلا يعني تصير مشكلة بسيطة يكون في خلاف أكيد كل حدا يعني في غيره في كذا بس شلو بدي أقول لك مي كان أكتر حدا يدل لك بالتصوير هلأ مدام نبيلة كتير كانت الله يرحمه رباب كنعان بجلة تحية كبيرة كثيرة وأنا كمان والأستاذ باستامكوسة على ما أذكر يعني هذول والأستاذ جمال سليمان كمان ما بنكر يعني طيب الجزء الأول من المسلسل كان بالألفين يمكن أو ألف وواحد ألفين وألفين واثنين غالبا هنا الجزئين بين الألفين والألفين واثنين هذا الوقت بتاع تقدي اليوم قادر أي مخرج سوري أنه يرجع يعمل توليفة مشابهة لهذا الشي أم صعب كتير جمع هذا العدد الكبير من الأسماء بمسلسل هلأ بين عمل هاي التوليفة بس الزمن اختلاف باصل يعني الحنان والأمان اللي كنت تشوفه بأعمالنا من قبل حتى كصورة أنت وقت تشوف عمال وخاصة الفصول تحس بي بأمان أنت طمأنينة جواتك أنت عم تشوف دفاك أنت اللي كنت عايشه فهلأ بيصير بس بمنحة مختلف تماما وما رح تقدري تشوفي بهذا الجمال بتمنى يرجع الحياة خلت حتى النفوس يعني تماما إذا بدك تكوني حقيقية ما رح يكون في هذا الجمال هي بدون يرجعوا للبساطة ما تفضلت إذا ما بدون يرجعوا للبساطة ما حيطلع هذا العمل لما كنتي بنت عشر سنين مشهورة كل عالم تعرفك بنت حلواي ونملوني صحيح أدي أخدتي أجر على الجزء الأول وش عملتي فيهم والله ما بتذكر بس بيمكن غالبا مئة ألف غالبا مئة ألف غالبا مئة ألف الجزء الأول كان